قوات شعبية ستصل إلى عفرين خلال الساعة القليلة القادمة لدعم صمود أهلها في مواجهة العدوان الذي تشنه قوات النظام التركي الخلاف حسم أخيراً النظام السوري سيدخل عفرين خلال ساعات عام 2012 غادرت العناصر النظامية المناطق الكردية من بينها عفرين والآن تعود لها إثر اتفاق بين الأكراد ودمشق لكن تحت مسمى آخر قوات شعبية موالية للحكومة السورية تسمية ربما جاءت تفادياً للمواجهة المباشرة مع تركيا التي تصر على طرد الوجود الكردي من حدودها تعنت تركي واضح جاء على لسان وزير خارجيتها بعدم قدرة أي أحد على وقف التقدم التركي دور النظام السوري في عفرين ربما يضاعف مكاسب دمشق أمام الأكراد وتركيا معاً إحكام القبضة على إدلب المعقل الأخير للمعارضة السورية تحييد الأكراد وتقليص مناطق سيطرتهم تمهيداً لاجتياحها في المقابل تواجه أنقرة اتهامات كردية باستخدام الغازات السامة في عفرين وضغوطاً متزايدة لإنهاء حملتها العسكرية المستمرة دون جدوى تحالفات جديدة تطفو على السطح ليبقى السؤال الأهم معالقاً إلى أي مدى سيصمد هذا الاتفاق عينك على العالم